الناس الذين شخوا عليه يتحملوا مسؤوليتهم أنا فيما يتعلق بهذه المسألة أنا لا لدي معلومات في هذه المسألة لكن قراءة هذا الأمر هو يقول لهذا العميل الذي لا لديه ضمير والذي وجهه مغسل بالمرقع والذي لا يحشم تلقاه يكذب في الكلام يكذب كذبة ثم ثم بعدها زوجه عندما تنقف أيهو تدورها يقول السيدَ هذا سابقا دوّه عقبه البرتغال ثم سلموه الأسبانيا وهو الجماعات عن البرتغال هذا راهوا راحل لإسبانيا وحكموه في إسبانيا كينزوش طرف دو بيست علش ما يقولوش باللي راه ها سلمتوا فرنسا لإسبانيا لماذا وعلش هذا الناس اللي راه هم هما كانوا يظاهروا باللي راه هم واصلين للسجن العسكري في البليدة وعندهم جميع التفاصيل على بالهم بالباراور راهوا راقد وعلى بالهم بمعرفين وانا راهوا راقد وعلى بالهم ومعهم رشد نكازر راه هم يكلوا في اللوبيا والعدس على بالهم بالتفاصيل كامل لكن صاحبهم هذا محمد بن حليمة ما سمعوش به لما هزوه السؤال مطروع وين رحت الحصريات هذا والله كانوا يبيعونكم في اللفت بالمعدنوس والله في الزيت بالقرنفل قالوا لي بل زيت راه ولا شانوا عالي في الجزائر وين رحت المعلومات وين راكم يا صحاب الحصريات ها يا سيدي يلا طالعوا الناس أعطيوا لهم معلومات على هذا محمد بن حليمة كيفاش هزوه وش كون لي باعوا ها يا يلا كإن هناك عدة احتمالات سيد واضح هو أنه خاف على روحه ها خاف على روحه ومن حقه ممكن 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 جدا هو أنه فكر على جلبه يخرج وإذا خرج على اسبانيا فاحتمال يكون ممكن أنا نقول هذا احتمال يسمى قراعة شيء معلومات ممكن بلك يكون فكر على جلبه يروح للمغرب احتمال احتمال بلك لا ربما كين مغارباء بلك لا ربما كش ما داروا له تربوزيشون قال ودي طرح التماء وما يمسكوا له والله ممكن أو ممكن قال نصحوه الناس على جلبه يروح الانجليطرا وممكن بلك في الطريق حكمه كما ممكن هو أنه ممكن يسلمه من جهة على جلبه فرنسا خاطئ الموضوع ممكن احتمالات كان فيها عدة احتمالات ذو قضية هو أنه الان راهوا في الجزائر أو راهوا في اسبانيا ما راهيش راح الامور طول وتباني الامور تتضح ما راهيش راح تطول لكن هما ذو إذا حكموهم راني قلت لكم الاخوة باش تكون الامور واضحة موش إنسان اللاجئ سياسي بوثائقه ويسلموه خاصة لما يكون يتكلم وعنده آراء سياسية كما راني نتكلموه ما كان حتى دولة راح تسلمك لكن هو راه كان يتحدث فيه أمور خطيرة جدا ومكانش داير حساباته وللأسف شديد يتم استغلاله كما هو تم استغلاله كما تم استغلال هذاك محمد عبد الله رب يطلق صراحه وربي إن شاء الله يخفى فعليه وإن شاء الله نتمنى على الجل باش إن شاء الله تكون مصالحة وإن شاء الله على الجل باش نحوسوا باش نخرجوا من هذه الأزمة للأسف شديد كي الناس اللي هما من سنوات نحن نقول لهم باليود راه هو طريق خاطئ وفي ظل هذا الحراك وننصحوا فيهم ونقول لهم باليود الطريق اللي لكم تمشيوا فيه خاطئ شوفوا كيف تردقوا الحراك وهذا من الناس اللي ساهموا في تكسر الحراك ساهموا في تكسر الحراك من خلال اتهام الناس بالباطل بالكذب بالتبلعيط واحد انتقل عمره عمره لحط رجلية في البرج ويجي يقول لك هذا جماعة ابن حمادي اللي كانوا في الحراك جماعة ابن حمادي كسر الحراك تهموا كثير من الناس بما فيهم الناس اللي هما سبقوهم في النظال وكانوا ينوروا في رأي العام يعني انت لحقك انت يرحم والدك يجي انت يتهم في هواري بومدين هواري بومدين اللي كان قائد جيش التحرير وشخصيات وطنية يتهموا فيها ومن بعد يجيوا يصنعوا لك انت من الناس وروسهم حبسين ما عندهم حتى علاقة بسياسة وبكذا انت يتهموا في بومدين قال لك باللي انت جيش الحدود جيش الحدود ما كلم حتى رصاصة ومن كذا وجوا واستغلوا استغلوا الثورة وسرقوا الثورة لهاكم انتم سرقتوا الحراكة وعمركم لانا ضلتوا يوم في الجزائر لهاكم سرقتوا الحراكة ناس سنوات حزاب سياسية وجمعيات وشخصيات وناس دخلت للسجون والمعتقالات ناس تعذبت الناس يصرع فيها لمسرع وكيني الناس اللي يرهم ما زالهم في السجون الى التاريخ اليوم علاه زيطوت ما يديرش هو حمالات لهذا الناس اللي يرهمهم ما ارشاوا في السجون ارشاوا ودير لي هو حمل اعلى فلان ولا فلتان لماذا السؤال مطروع وغيره من هذ الناس اللي يرهم يدعيوا في حقوق الانسان والله هذو ممش بشر اللي يرهم في السجون هذك اللي يرهم حاكموه هذك العسكري هذك تعرفوا بابا هذك شكونوا ما تعرفوش هذك اللي يرهم متاهمينوا وحاكمين وقلي عليه بالإعدام ولا بالمؤبط هذك حسن العسكري يعتقد يسميه أك هذك تعرفوا بابا شكون باباه كان من المجاهدين الأوائل وكان قائد القاعدة الشرقية يقولوا له عمار ابو قلاس كان باباه قائد القاعدة الشرقية من المجاهدين الكبار أراه في السجن واحد معنا بالو بيت متسعينات هذو يحاوسوا على حقوق الانسان ممش يحاوسوا عليها يحاوسوا على الحقيقة ممش يحاوسوا عليها قاعدين يظلوا في خلق ربي وهكم شفتوا السيد هذا مباشرة بعد ما قال لكم حكموه في باري داروا له استجواب ومن حقهم ركنتها في بلادهم داروا له استجواب فتحوا باسمه ومن بعد يلموا في الدراهم ليموا تقريبا ثلاثين ألف أورو تقريبا ثلاثين ألف أورو والآن هم زادوا وطلعوا لاصوم راهم قلبه هذا يلموا خمسين ألف أورو أسكت داروا راحين يروحوا ليه أسئلة مطرحة المحامين هذو وراني قلت لكم أنا في هنا في فرنسا واحد لما ما يكونش عنده الدخل عنده لجري ديك على جلبش يكون محامي يعاونوا في القضية انتعوا يعني ما يخلص له محامين ولا هم يحزنون لكن راهم الناس يلموا في الدراهم وهذ الناس راهم يديروا في المعارضة ماهمش يديروا في المعارضة راهم يشوهوا في هذا العمل عمل سنوات والناس تخدم الليل مع النهار بل كدنا هو أنه نصل للحل كدنا هو أنه نصل والحل لو لا حب الزعامة ولولا أحب المال ولولا أحب الشهرة كنا رايحين نوصلوا الحل وللأسف شديد كي الناس اللي هما ذكرهم في السوجون ونسرها تدي في الضرهم على ظهرهم أكتفي بهذا القدر أتمنى هو أن نرني جاوبتكم على بعض النقاط نفتح النقاش إذا كان فيه إخوة يحبوا ويشاركوا نديروا فقط استراحة خفيفة إذا كان فيه إخوة يحبوا ويشاركوا ومرحبا بكم بقنا نشارككم الرابط ومرحبا بكم طيارة الصفرة حبسي ما تضربش طيارة الصفرة حبسي ما تضربش حبسي ما تضربش عندي راس وخل يمي ما ما تضنش الله الله ربي رحيب الشوه ده رحيب الشوه ده رحيب الشوه ده طالع عالش في اللي نموت وما نرنديش الله الله ربي رحيب الشوه ده رحيب الشوه ده إذن الإخوة والأخوات ترني فتحت لكم النقاش إذا كان فيه إخوة يحبوا يدليوا بأراءهم دون استغلال هذا المنبر لتصفية حسابات مع عين كان بإمكان هو أن الإخوة يدليوا بأراءهم في الموضوع إذا كان ناس عندهم معلومات حول الموضوع يتفضلوا مرحبا بكم أنا منش من نوع هذا كله هو يتكلم وحده يتكلم وحده أنا يعطيت لكم رأيي في الموضوع إذا كان فيه إخوة يحبوا شريطة التحدث بالصوتي والصورة اللي هنا اللي يتكلم متخفي والله ما كانش بالصوتي وبالصورة كما رأي نتكلمانها لكن لا يدير الديقزمو هذيك ولا ماسك ولا ولا إضاءة مقبولة الصوت مقبول تفضل مرحبا بك اللي يترمز لإسمك بعبس الغرور شغل الكاميرا تحب تشارك مرحبا بك ما كان حتى إشكال سواء مؤيد للسلطة أو معارض أنا نقبل النس كل اللي يحب يشارك مرحبا بك من غير الجزائريين من فضلكم تحبوا تتفرجوا ما كانش مشكلة تحبوا تعالقوا تقولوا كلمانتا أخوة مرحبا بكم ما كانش مشكلة لكن لنسمحة بالتدخل في شؤونينا كما لا نقبل بالسبو بالكذا في هذا الموضوع شكرا للمشاهدة